تلقى حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيسة كريستي كاليو لايد رئيسة جمهورية أستوانيا أعربت فيها باسمها وباسم شعب جمهورية أستوانيا عن خالص التعزية لسمو حفظه الله بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدة فخامتها بالمسيرة الحافلة بالعطاء لسموه رحمه الله هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها سمو حفظه الله بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق التعازي والمؤساة بهذا المصاب الجلل ومن ثنائم بالمناقب الكريمة لسموه رحمه الله متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة هاينز فاشر الرئيس السابق للجمهورية النمساوية الاتحادية الرئيس المشارك لمركز بانكيمون للمواطنة العالمية ومن معالي بانكيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة الرئيس المشارك لمركز بانكيمون للمواطنة العالمية أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ومتمنيين لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء كما عبر لسموه رعاه الله عن خالص تهانيهم بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم راجينا لسموه دوام الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز واستكمال الدور الأساسي لدولة الكويت في الإسهام في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعزية ومواساة بهذا المصاب الجلل ومن التهنئة بتولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم مشيدا سموه حفظه الله بالشراكة الوطيدة بين دولة الكويت ومركز بانكيمون للمواطنة العالمية متمنيا سموه رعاه الله لهم موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق في تحقيق الأهداف النبيلة للمركز تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من معالي سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عرب فيها باسمه وباسم الشعب الفلسطيني وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني عن خالص التعازي وصادق المؤسات لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ومشيدا بمواقف سموه رحمه الله ودولة الكويت المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية ومتمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه معاليه من فيض مشاعر التعازي والمؤسات بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له مظهور الصحة والعافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من معاليه سباستيان كورس المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواسات لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ذراه مشيدا معاليه بمناقب سموه رحمه الله بالمواقف المعتدلة والمتوازنة إزاء العديد من القضايا الدولية ومتمنيا لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من صادق التعازي بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه له موفور الصحة والهافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزيات من سعادة السيد زوراب بولي كاشفي لرئيس منظمة السياحة العالمية أعرب فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لسمو ورعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله تراه مشيدا بمسيرة سموه رحمه الله التي حفلت بالعطاء متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمؤساة بهذا المصاب الأليم ومن ثناء بالمناقب الكريمة لسموه رحمه الله متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية